السلام عليكم معاكم اسنالي سعيد النهاردة ان شاء الله هناخد فود برينس لجونيور 5 وحناخد يونت 2 لو اول مرة تتابعني اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك الفيديوز الجديدة اول باول ولو عجبك الفيديو واستفدت منه اعمل لايك للفيديو وعمل شير وفيد معاك بقية الماميز والولاد تمام بفرح جدا بالكومنس اللي بتسيبوها لي النهاردة ان شاء الله هناخد يونت 2 تمام اليونت بعنوان camp stories camp stories camp اللي هو المخيم camp يعني مخيم تمام و stories القصص او الحكايات ادي كلمات بتاعتها بيقولي use a compass use a compass تستخدم البصلة read a map تقرأ الخريطة go canoeing canoeing يعني تركب زورق go hiking تروح تمشي في الجبال make friends تصاحب do archery arch archery archery يعني رماية do arts and crafts تعمل ايه فنون وحرف يدوية يعني sleep in a tent تنام في خيمة go mountain biking تركب عجل في الجبل go rock climbing تتسلق الصخور watch wild animals watch wild animals تشاهد الحيوانات البرية sing camp songs sing camp songs تغني ايه يبقى use a compass read a map go canoeing go hiking make friends do archery do arts and crafts sleep in a tent go mountain biking go rock climbing watch wild animals sing camp songs دي كلمات الاساسية بتاعتي ودول حفظ نيجي للجزء ده بيقول لي hello everybody اهلا بكم جميعا i'm having a fantastic time at the amazing activity camp الجزء ده بيطلع منه كتير البراغرف فبيقول لي انا بقضي وقت ممتع في الايه في المخيم بتاع الاكتيفتي amazing activity camp المخيم الايه الفوضيع الجميل ده the camp is in the middle of the big forest الكامب ده موجود في منتصف big forest ايه غابة كبيرة and there are lots of boys and girls وفي ولاد وبنات كتير from all around the world من كل ايه from all around the world من كل حول العالم the weather was cold and wet الطقس كان بارد وويت ومبلل يعني الدنيا كان فيها شيتها مثلا last week السبوع اللي فات but now لكن دلوقتي it's warm and sunny الطقس دافئ ومشمث there are lots of exciting activities to do في انشطة مسيرة كتير جميلة ممكن تعملها in the daytime في وقت النهار yesterday i went rock climbing امبارح رحت اتسلق الصخور in the mountains في الجبال i am going to go canoeing on the lake with my new friends والنهاردة هروح اركب زورك مع صحابي في البحيرة this afternoon and tomorrow بعد الظهر وببكرة we are going to watch some wild animals هنتفرج على الحيوانات البرية at night بالليل we sing camp songs بنغني اغاني الكامب اللي هي المخيم and sleep intense وبننام في خيم the songs are very funny الاغاني الاغاني مضحكة جدا see you soon اشوفك بعدين تمام وده جواب وقادي الطابع بتاعنا طيب الجزء ده عايزين ناخد منه ايه هناخد منه going to going to بتاعة المستقبل اللي بمعنى سوفة فقال لي ازاي اعمل ياميز going to في future قال لي هيجي معنا am و is we are going to بعدين verb في المصدر am و is we are going to بعدين verb في المصدر فتلاقي i am going to go can go اهي مصدر can knowing تمام we are going to watch مصدر تمام يبقى هتلاقي going to هنا بمعنى سوفة لما يجي وراها مصدر وطبعا بيجي قبلها ام و is و ار عادي لان هي فيها ing فقول لك i am going to travel او she is going to go او they are going to play تمام المهم يجي بعدها ing ادي بعض الاسئلة بيقول لي where is the amazing activity camp قولنا in a middle of big forest where are the children from قولنا from all around the world what's the weather like now قولنا warm and sunny what does illy do in the day time بتعمل احنا كذا حاجة هي بتعمل ها هنا هي تروح mountain climbing the mountain rock climbing or go canoeing وقلنا illy do at night بتعمل sing camp songs and sleep in a tent do you want to go canoeing ده سؤال اهو مبني عليه سؤال تاني عايز تعمل كذا قال له yes i do لاني لما بسأل بدو بجاوب بيس او بنو طب ليس قال لي قول لي why لما يقول لي انت عايز تعمل كذا اقول له اهو عايز اعمل يبنى اكيد حابب الحاجة اللي انا بعملها فهقول له because علشان it is exciting يعني مثلا do you want to go mountain climbing mountain biking هقول له yes i do why عشان it is exciting do you want to go rock climbing yes i do يبقى why because it's exciting دي اسهل حاجة طب مش عايز عشان it's boring عكس exciting boring هنا بيقول لي illy's amazing holiday بصوا كده معي بيقول لي joe is looking at the food prince club notice board بيبص على اللوح بتاع الاعلانات بتاع the food prince club when illy arrives لما وصلت illy فبيقول له hi illy the amazing activity camp looks great الكامب ده شكله اي رائع when did you go رحتي امتى قلت له i went in august رحت في اغسطس and i had a fantastic time there وقضيت وقت رائع هناك which activities ايه الactivities اللي did you do اللي عملتي هيتلو i did lots of activities عملت activities كتيرة but i liked the water sports best عجبتني اكتر رياضات المائية i went canoeing رحت ايه بالزورق three times ثلاث مرات and i went swimming وروحت عمت in the lake every day كل يوم كنت بروح عون who did you meet at the camp قبلت مين اللي قالت له there are boys and girls from all around the world من كل حول العالم i made lots of new friends عملت اصدقاء كتير and the pop star نجمي الباب زاك اسمه زاك visited the camp to جزار المخي زاك i don't leave it مش مصدق he is really famous ده مشهور قوي why did he visit the camp بجي زور الكام بلي قالت له because he wanted to talk to us about the environment بتتقالي اما environment environment اما environment environment اللي هي البيع he said we need to protect our forest احنا محتاجين ان احنا protect نحمي الفرست الغابات and the barks والقي والجنين look i took a photo of زاك اخدت له صورة هنا بيقول زاك has got an echo web page echo يعني صديقة للبيئة عنده صفحة على النت صديقة للبيئة two there are lots of good ideas فيها افكار كويسة جدا they're about how we can protect the environment عن ازاي نحمي البيئة environment or environment we need some help with our bark طب احنا محتاجين بعض المساعدة في البارك بتاعنا let's see if this web page has got an idea for us تعال نشوف لو الصفحة دي فيها فكرة لينا وهنا بيقول لك زاك's echo web page الصفحة بتاعته اللي هي اللي بتساعد على بيت حماية البيئة do you want to help look after look after يعني تعتنو be our planet بالكوكب بتاعنا here are six things that you can do to make a difference ادي ست حاجات تقدر تعملها عشان تعمل تغيير ايه هما اول حاجة قلي use public transport استخدم وسائل المواصلات العامة or walk to school وامشي للمدرسة clean a bark or peach نظف اي جنينة حواليك او اي شاطئ plant a tree ازرع شجرة save energy at home وفر الكهرباء في البيت او الطاقة يعني بانواعها recycle your old things عيد تدوير حاجاتك القديمة protect the habitat habitat اللي هي البيئة البيئة المحيطة بينا wild animals بيئت كل الحيوانات البرية تمام habitat تعالا بقى نشوف الجرامر بتاعنا اليونت ده كله بيتكلم عن past symbol the past symbol past symbol بيتكون من ايه قال لي عشان احاول اي verb للباست للماضي لازم اعرف ان الافعال نوعين irregular verbs irregular verbs regular verbs افعال منتظمة وirregular verbs افعال شزة افعال منتظمة عشان احاولها للماضي قال لي بزود لها d او ed او ied بزود d ed ied بحط ال d لو الفعل اخر e زي like هيبقى liked invite هيبقى invited بحط ال ed لو الفعل مفيش في اخر e زي play هتبقى played تمام وبحط ال ied لو الفعل بتاعي اخر y بس حاسب مش بس y قال لي قبلها حرف consonant لازم اشيل ال y وحط ied زي cry cried study studied تمام طيب ايه كمان قال لي الكلمات بتاعت الباست زي كلمة yesterday او حاجة ago او in the past او last كزا كل دي من كلمات الماضي او this morning النهاردة الصبح كل دي كلمات الباست عايزة امفي في الباست بامفي في didn't ولو حتحط did لازم الفعل ييجي مصدر ولو حتشيل did لازم ترجع الفعل لل past تمام زي هنا بيقول لي ايه والفعل المساعد اللي عندي في في الباست هو did اهو فلما اجي اسأل بكلمة سؤال اللي ادي كلمة السؤال when متى where اين how كيف who من what ما او ماذا which clothes انهي ملابس which لازم يجي ورد حاجة اللي باسأل عنها how long ما المدة او المسافة على حسب وبيسأل عن ايه why يعني لماذا تمام فبيقول لي ادي كلمة السؤال الفعل المساعد بتاعي did الفعل بقى are you we they they she it او اسم ولد او اسم بنت وبعدين المصدر ليه ميس فيه هنا مصدر قال لي عشان did لازم يبقى معاها مصدر انما لما اجي احزف did وجاوب بصه ايلي بيحصل دي افعال شزة بتتغير خالص شكلها في الماضي فبقول لي ايه بيقول لي when did you مثلا go هقول له i went شننا go بقيت went مشانا حزفت did رجع الفعل الماضي i went ماشي ونكتب الاجابة لان هو بيسأل when امتى يبقين august في مدة يعني where did you go هتبقى you went اهي الماضي شننا did وجو بقيت went وقلنا المكان to the beach how did you go او travel وtravel دي من الافعال المنتظمة هزود لها e d بس هضاعف ال l فهتبقى traveled he traveled وحطت لها e d اهي شلت ال did وحطيت ال e d go هتبقى went swim دي من الافعال الشزة هتبقى swam swam عملت ايه قلت له swam in the sea وبعدين بيقول لي where هتبقى war برضو من الافعال الشزة stay هتبقى stayed دي من المنتظمة بس دي هميز اخر هواي بس حاسب ما فيهاش قبلها consonant ده ده vowel نما لو كان consonant كنت حطيت ال a i e d طيب بيقول لي why لما اسأل بwhy لازم اجاوب بbecause او طو المصدر بس احنا هنا هنجاوب بbecause فقول لي why did you go رحت لي because i love the beach بحب الشق او because اي حاجة تمام طيب نيجي لجزء دا نسينا نقرأ بيقول لي hi claire is it true did jack really visit the camp هل فعلا jack زار الكام قطلو yes he did it's true when did he go there راح امتى قطلو he went on saturday and he stayed all day واعدتولي اليوم معنا really what did he do عمل اي did he sing a song يا ترى غنى غنية قطلو yes he sang بصو did he لما اسأل بdid هجاوب بيس او نوف هي قلت yes he sang some camp songs غنى بعض غنى الكام المخيم and did some of the activities with us وعمل معنا بعض الانشطة i don't believe it مش مسدق which activities did he do ايه الاكتفتز لو عملها قال لي he went rock climbing went جبنا الماضي عشان شدنا did he went راح rock climbing يتسلق الصخور with us معنا and he did archery too وكمان ايه لعب معنا رمية you are so lucky انتو محسوزين he is the best singer هو افضل مغني in the whole world في العالم كله نيجي للجزء ده بيقول لي how many طبعا ده الكلام ده بيتكلم عن how healthy was your summer holiday قد ايه كانت اجاستك healthy صحية how many hours did you sleep at night نمت كم ساعة انت اللي بترد بقى تقول له i slept عملت ايه شلت how many hours شلت الدد واخدت sleep حاطتها في الماضي وسleep ماضيها slept يبقى i slept ونكتب الايه العدد الساعات ال hours هنا قال لي less than اقل من 8 hours between 8 and 10 hours ولا more than 10 hours انت تكتب على حسب ايه اللي انت عملته what time did you get up in the morning بتصحى امت الصبح قال لي i usually got up انا احيانا كنت بصحى شلت الدد وقت بقى got i got up before 9 at 9 after 9 how often did you eat fruit حاشي الدد ويتها تبقى ate i ate fruit every day between 3 and 6 times a week less than 3 times a week هنا بيقول لي how much water did you usually drink كنت بتشرب قد ايه مية فقلت له شلت الدد وdrink بقى drank i drank less than 1 litre a day ولا about 1 litre a day ولا more than 1 litre a day which sports did you do شلت الدد ودو ديت شلتها وحطيت الحاجة لنا الرياضة اللي لعبتها فقلت له i ran ولا i swam ولا i rode my bike or other activities ادي الكلمات اللي عليك حفزة من الجزء ده buy boat drink drank eat ate get got ride road run ran sleep slept swim swam تمام رهوم مرة كمان buy boat drink drank eat ate get got ride road run ran sleep slept swim swam الجزء ده بتاع الفونيكس عايز يعرفك ان ال-ed اللي بتيجي في اخر الكلمة في الباست بتتنطق يا اما تا يا اما دا يا اما اد وده احنا اخذنا بالتفصيل في التايم ولكن هقوله مرة كمان احنا بننطق ال-ed دي لو كان الحرف اللي جاي قبلها voiceless sound يعني ما بيعملش vibration لما بيجي انطق وبنطقها دا لو كان الحرف اللي جاي قبلها voiced sound يعني بيعمل vibration لما بيجي انطق وبنطقها اد لو اخرها تي او دي تي او دي فقولك listen needed wanted خلاص نيجي لجزء دا بيقول لي how can you communicate with your friends ازاي تتواصل مع صحابك how do you communicate when you are on holiday ازاي تتواصل لما تبقى فاطلة when people traveled in the past لما الناس كان بتسافر في الماضي it was very difficult كان صعب to communicate انك تتواصل with friends and family back home مع صحابك وعيلتك في مكانك في بيتك nowadays دلوقتي there are many ways في طرق كتيرة we can stay in touch stay in touch يعني افضل مطقيق على اتصال stay in touch دا expression كده many people send postcards في ناس بتبعات postcards اللي هي بطايا الدعوة when they when they are on holidays ماشي كروت يعني اللي هي الكروت بتاعت المعايدة دي لما يبقى فهولي داي people like receiving الناس بتحب بتستلم الحاجات دي because علشان they have colorful pictures on them علشان هما فيهم colorful pictures فيهم صور ملونة however ولكن it can take several days بتستغرق ايام كتيرة for your postcard عبل ما الكرت المعايدة بتاعك الرايف يوصلوه some people call letters في ناس بتسمي letters الجوابات والpostcards snail nail snail nail اللي هو البريد الحالزوني ليه because they are so slow بطيء جدا a faster way of communicating is by phone طريقة أسرعة للتواصل هو بالإيه بالتليفون فبيقول you can phone تقدر تتصل from a public telephone box من كابيني التليفون عمومية or use a mobile phone أو تستخدم الموبايل did you know that most people هل كنت تعرف أن أغلب الناس didn't have a mobile until the 1990s ما كانش عندهم موبايلات لحد التسعينات these days هذه الأيام you can do lots of things تقدر تعمل حاجات كتيرة on a mobile بالموبايل بتاعك you can send text messages تقدر تبعت رسائل take photos تصور check mails تشوف البريد بتاعك surf the web تدخل على النت make videos تصور فيديوهات download games and music تنزل فيديوهات وليعب in the UK في United Kingdom اللي هي المملكة المتحدة انجلتراياني أو بريطانيا we make more than 200 million calls بنعمل أكتر من 200 million calls a day في اليوم الواحد and most people وأغلب الناس never switch off their mobile عمرهم ما بيقفلوا الموبايل بتاح mobiles are popular مشهورة because they are easy to carry سهل انك تشيلها and you can contact your friends anytime تقدر تتصل بصحابك في أي وقت on the other hand على الناحية الأخرى calls are expensive المكالمات غالية and it's easy to lose your mobile phone ومن السهل انك تضيع الموبايل بتاعك if you aren't careful لو انت مش حازر some people use a computer to stay in touch في ناس بقى بتستخدم الكمبيوتر عشان يفضلوا متواصلين مع بعض when they are away لما يبقوا بعيد many hotels and airports فيه ثنادق ومطارات كتيرة have computers فيها computers or people can go أو الناس تقدر تروح to an internet cafe اللي هو السايبر emails cost the same as a local full code انك تبعت email بيكلف cost نفس تمن المكالمة بتاعت التليفون and you can send them anywhere تقدر تبعت الاميلات دي لأي مكان chat rooms غرف المحادثة are very popular too مشهورة جدا because you can have a conversation with your friends تقدر تعمل محادثة مع صحابك in real time في الوقت الحقيقي if they are online لو هما كمان على النت زيك at the same time في نفس الوقت تمام كده والسؤال ده مهم جدا how often do you how often يعني كل قد ايه أو كل كم مرة وانا اقدر اجاوب عليه بالطريقة دي يا اما اقول لك استخدم كلمة من كلمات اللي هي always, usually, never, often, sometimes, or every فاقول لك I never عمري ما باع بعمل الحاجة دي أو I always بعمل الحاجة دي تمام او انا بعمل الحاجة دي every day ايه ما استخدم الاجابة المعروفة بتاعتنا اللي هي ايه how often do you go to school بتروح المدرسة امتا اقول له I go to school every day how often do you go to your grandmother بتروح امتا تلتيت اقول له I go to my grandmother once a week أو twice a week أو three times a month ثلاث مرات في الشهر فانا عندي طريقة دي اجاوب بيها أو الطريقة دي اجاوب بيها نيجي للجزء ده بيقول لي هقادي شكل الايميل احنا عايزين نتعلم ازاي نعمل الايميل هو مش مطلوب منك السنة دي انك تكتب ايميل ولكن اتعلم بتعمل ازاي قالي الايميل بيبقى شكله كده اللي هو البريد الالكتروني بيطلع لك فوق to وجنبها وجنبها العنوان البريد الالكتروني اللي انت بعت له from يعني من وجنبها عنوان بريدك الالكتروني اللي انت بعت منه وسبجكتو دي عنوان الموضوع اللي انت هتتكلم عنه ده عمل زي البراغرف بالزبط ادي العنوان و ادي البراغرف بيقول لي لازم الايميل يبتدي بالمقدمة start the email بهاي يا فلان how are you دي المقدمة بتاعتنا hi فلانة ونحط كما وبعدين نقول how are you كيف حالك ونقول thanks for your last email ودي المقدمة شكرا على ايميلك الاخير نبتدي بقى لقى البراغرف الاولاني ونقول I had a great time اللي نعمل ايه قال له give news about the past اتكلم عن الماضي فقول له حاجة حصلت منتع يستحيلوا عنها I had a great time قضيت وقت ممتع at the weekend في عطلة الاسبوع ونتكلم بقى I went pooling at festival انا رحت العب pooling في الفيستفل بارك في الجنينة ديت with my friends مع صحابي on Saturday يوم السبت evening بالليل I wasn't very good ما كنت الشاطر قوي في البولing but it was great fun بس كان ممتع بالنسبالي on Sunday morning السبت يوم الحد الصبح I went swimming رحت عوم with my brother مع أخويا in the afternoon بعد الظهر I studied a lot ذكرت كتير because I had a mass test the next day كان عندي امتحان تاني يوم mass the test was heard الامتحان كان صعب but I think I did ok انا اعتقد انا احلت كويس finger crossed finger crossed ان انك تتعمل بصبع كده ودي معناها نتمنى الحظ السعيد بعدين بيقول لي قال لي send an attachment attachment يعني ملحق بنيتكه هنا نقول له نختار attachment فنبعد صورة نبعد فيديو فبيقول لي look at my photos انت حطت دلوقتي attachment فانت بتتكلم عنه look at my photos بص على صور بتاعتي from Saturday من يوم السبت they are really funny مضحكة جدا in the first photo في الصورة الاولانية I am holding an enormous pulling pole and look at the silly shoes I'm wearing بص على الجزمة السخيفة اللي نلبسها in the second photo في الصورة التانية I'm having a snack انا بتناول وقبة خفيفة with my friends مع صحابي we are all laughing كلنا بنتحك because Dan is telling us a joke tell a joke يعني يقول نقطة وفي الاخر ask for news اسأل عنك اخبار بتاعته هو فتقوله how was your weekend انت كنت بتتكلم عن الweekend بتاعتك اسأله بقى الweekend بتاعته how was your weekend tell me about it قولي عنها ونختم الفيلم بتاعنا ونقول finish the email ونقوله write soon اكتب لي قريب ونكتب اسمي انا تحت يبقى انت قلت hi واسمها هي واسمه هو اللي انت بعيت له how are you thanks for your last email تحت لما نيجي نختم نقول write soon اكتب قريب ونكتب اسمي انا تحت تمام كده طبعا الكلمات اللي تحت دي هاتحفظ فبيقولي postcard junk mail postcard اللي هو الكرتن الكروت المعايدة junk mail البريد المهمل snail mail البريد البطيء public telephone box صندوق التليفون العمومي text message رسالة نصية chat room حجرة المحادثة attachment ملحق و be online تبقى على ال a net في نفس الوقت نيجي للجزء ده بيكلم عن london eye دي اسمها london eye اللي هي العجلة الضوارة دي ماشي فبيقولي london eye is 300 135 meters higher ارتفاحها عالي جدا بيزورها it carries 10,000 visitors بتشيل 10,000 زائر everyday في اليوم الواحد you can see for 40 kilometers بتشوف من all directions في كل الاتجاهات لحد 40 كيلومتر it takes بتاخد حوالي 30 minutes 30 دقيقة to go around عشان تلف in august it opens from بتفتح من من 10 to 21 30 لحد 11 ونص و it costs بتكلف قال لي 10 and 15 for adults for an adult لكبار تعالا نشوف الجزء ده my favorite tourist attraction اكتر tourist attraction يعني مكان للجزب السياحي is Walt Disney اللي هي مدينة Walt Disney's Magic Kingdom it is in the south of the USA دي موودة في جنوب امريكا i went there with my family رحت مع عيلتي last summer الصيف اللي فات there were lots of rides كان في حاجة كتيرة تتركب العبيان but my favorite is Space Mountain كانت لعبتي المفضلة هي Space Mountain it's a ruler coaster ruler coaster القطر اللي بيلف كده ده ويطلع وينزل ويروح ويجي in the dark في الضلمة and it was really scary كان مخيفة جدا and my little sister like the braid بست كان بتحب عرض الازي اكتر او العروض اكتر الاستعرضات اكتر because she could see عشان كابتتوف all her favorite characters ديزني characters كل الشخصيات الكارتونية بتاعتها last year السنة اللي فاتت i went to paris with my parents رحت مع عيلتي باريس we visited a lot of places زرنا اماكن كتير but my favorite was the eiffel tower برج ايفل the tower is 324 meters and you can see the whole of the city تقدر تشوف المدينة كلها from the top من القمة بتاعته you can walk up the tower تقدر تطلع السلم بتاعت التاور او تركب الاسنسير i walked up and counted طلحت وعتعد السلم لقيتهم 1665 steps 1665 سلم two years ago من سنتين i traveled with my family سفرت مع عيلتي to canada and we visited niagara falls شلالات niagara the falls are 52 meters higher تفح 52 meters and we went on a boat trip وروحنا في رحلة لقارب that took us near the bottom واخدتنا لحد القاع we wore لبسنا long rain coats بلاطي مطر طويلة and big rain hats وطوائر مطر كبيرة the noise of the waterfall صوت الwaterfall was incredible كان صعب جدا and we got completely wet ويتبلينا تماما تمام احنا بكده نكون خلصنا اليونت تمام اليونت ده بيكلم عن past symbol بصوا كل حاجة هتلاقي فيها did 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 طبعا هسأل ب did هكي يوبي هسونو هسأل ب where did هشيلت did وتبقى go went what did you see والحتة دي مهمة ده يعتبر what did you see شفت ايه هقولك I saw هشيل did تبقى saw I saw ونكتب الحاجة اللي شفناها فاحنا اليونت كله بيتكلم عن past symbol وال past symbol كمان مشروح بالتفصيل اكتر في سنة رابعة كمان لو عايزين تراجعوا من هنا ومن هنا اتمنى ان انا اكون قدرت افتكم واتمنى ان انتوا تتفعلوا مع مع اليونت انتوا طلبتوا انا نزلتوا اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلكوا الفيديوز اول باول اعمل لايك للفيديو لو انت استفدت منه وانتوا طلبتوا انا بنزلوا مش بتتفعلوا معا فاعمل لايك على الفيديو او شير فيد بيصحابك في الكلاس او الماميز في الكلاس كم معاكم ميسنيلي سعيدة السلام عليكم ورحمة الله شكرا